السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اهداء العداء صفيان البقالي المغرب اولى ميدالياتها في العاب الولمبيا بباريز وذلك بعد ان فاز بنهاء سباق 3000 متر موانع بملعب ساندوني في باريز في بداية السباق حاول عداء اثيوبيا فرض رتم عالي خاص بهم وهذا خدمة لمواطنهم جيرما الذي يمتلك سرعة نهائية قوية وبالمناسبة هو صاحب الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة وهو ما تفطن له البقالي وبقي ملازما لجيرما بالاخص لكن المفاجأة الغير صارة للاثيوبيين هي سقوط جيرما في المنعرج الاخير من الدورة الاخيرة ورغم محاولات الامريكي كينث روكس في الامطار الاخيرة الا ان الفوز عاد لصفيان البقالي بثمان دقائق ست ثواني وخمس اجزاء بالمئة وهي احسن نتيجة له في هذا الموسم المركز الثاني والميدالية الفضلية عادت للامريكي كينث روكس بثمان دقائق ست ثواني وواحد واربعين جزء بالمئة وهو رقم شخصي جديد له المركز الثالث والميدالية البروزية عادت للكيني ابراهام كيبوت بثمان دقائق ست ثواني وسبعة واربعين جزء بالمئة وكاد تونسي جهينوي محمد امين من افتكاك البروز وفصلته بعض الاجزاء فقط عن البروز وحل رابعا مع توقيت ثمان دقائق سبع ثواني وثلاث وسبعين جزء بالمئة وهو رقم قياسي وطني تونسي جديد التونسي الثاني احمد الجزيري حل في المركز الخامس برقم شخصي جديد قدره بثمان دقائق ثمان ثواني وجزء بالمئة وجاء المغربي الثاني محمد تندوفت في المركز الثاني عشر ويعد هذا اللقاب هو ثاني لصفير البقالي في الألعاب الأونبية بعد ذهبية توكيو 2021 وبعد ذهبية اليوم للبقالي تتواجد المغرب في المرتبة الثامنة والاربعين منصفة مع الجزائر الجزائر التي تتواجد أيضا في المرتبة الثامنة والاربعين بفضل ذهبية لاعبة الجنباز كيليا نمور وزيدا من التألق والميداليات للرياضين العرب في أولمبياد باريز 2024 شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا حتى يصلكم كل جديد تفعيل الجرس وأيضا الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته على نطاق واسع دمتم أو فيها سلام عليكم ورحمة الله وبركاته